كابتن سامير زعلان من حاجة اشتركوا في القناة لان كلنا خرجنا من الناس البسيطة وعشنا مع الناس البسيطة عشان كده نعرف انت الاهل اكتر واكتر شوية ولما تبقى لاعبوا من اسرة بسيطة ومن حي شعبي بيعلمك المبادئ خلي بالكم الحدث الشعبية محترامي للجميع والله مقصد اهانة اي حد لك انا بتكلم عشان عشان عشنا في الواقع ده مع نجوم كتير واستناس طيبة يشجعوا الاهلي بشكل مختلف وانت قاعد معاهم بيبقوا فخورين بالنادي الاهلي وانت قاعد معاهم بيبقوا غيرين على نجومهم ويحسوا النادي الاهلي ده ملكهم اكتر من اي حد صدقوني انا عارف انا بقول ايه فسواء بقى كل الحتة ده مش معناه اللي انا بقلل من الاكتر شوية لا انا مقصدش كده انا قصدي اللي الناس دي همها بيبقى في الكورة فرحتها في الكورة ده ممكن يموتوا نفسهم انا عرفت الماتش الاهلي جاب فيه الجون حد مات في المنصورة واتصلوا بي البقاء لله انا بعتذر اللي انا نسيت لان افتقرت دلوقتي جات لمكالمة من المنصورة اتوفى حد عشان خطر النادي الاهلي بيقابلنا ناس واحنا بتلعب يقولك بس والله انا عابل لانا اقول كده بس لازم اقول انا لبسي كله احمر في المنصورة بعد الخسارة من فيصالي حد مات هو ده الجمهور الوفي هو ده الجمهور الراجل مش عادي نايم ليعمل صفحات يخترج بيها النادي الاهلي في اخر يقولك النادي الاهلي مش ده احنا ما بقينا زي ناس تانية انتو اللي خليتنوا الاهلي زي ناس تانية فمن هنا هرجع لموضوعي فكابتن سامير كامونة ابن الشرابية لده كنت بروح هناك وبكسبه طول على طول فقال لي ايه من شوية قال لك الاهلي قناة حصل فيها كذا فانا افهم من خبرتي معاه اللي هو اكيد زعلان من كلامة قلع القناة وهنا للمرة المليون خد كلامي بلوره اضربه في خلات جواه دماغ واطلع بالمنتج ما تسمعش الكلام وتصدهه على طول انا النهاردة لما عايز يبقى فيه عهد معاك عهد الحق عهد الحق فحتطلع تتكلم وتوضح للناس امور كتير فيبتدي يشتغل عليك قال لا وهي بس الوحيدة اللي موجودة ومش هي الوحيدة معناها اللي احنا كدبين ما الناس بزلت مجهود من اول العامل البسيط في البوفيل غاية اكبر واحد اشتغله بضميره بعرق كل واحد في حد بيتمنى الفشل واسم الاهلي موجود على صدرك اسم الاهلي من صورة حد اسم الاهلي موجود على صدرك تتمنى الفشل لا عايز تنجح وعايز تشتغل فاكيد الكابتن سامير جامونا من وجهة نظري زعلان كمان من اللي تقل على القناة الاهلي قناته ملك اعضاء جامعاته العمومية وملك جمهوره وملك اي حد اهلاوي لكن مش ملك الزمالكواء اللي بيشتغلوا فيها انا مصمم هتقولي فلان الفلان زعلان يزعل فلان انا مش بقلل من حد لكن انا مش عامل قناة عشان يقعد فيها حد تاني غير ده انا بكلمكو ودي بقى عندي بقى خطة احمر ولو كلام بيتقلبه يتداول انا شفته هنا صدقوني مش حسكت صدقوني مش حسكت لان انا معجوم بمية الاهلي انا واحد ما بعرفش اتفرق في استاد عشان زي زيكم وبتفرج بغل وبعايز كل لعبة فيها جون وكل لعبة فيها رجولة وكل لعبة فيها جدعالة انا تعلمت كده صدقوني فمعجوم بمية الاهلي فمش حيجي حد النار ده يملى علي اللي لعب وشي ايه وتائب والحمد لله جيل كامل مع جيال سابقة وعارف كمية الاهلي كويس قوي فمش محتاج حد يعرفني هو مين الزمالكاوي مين الاهلاوي مين اسمع الاهلاوي لا انا اقول لك انا اقول لك فلما اقول لك هو فلاني الفلاني كذا اسمع ولما اقول لك فلاني ملوش وجود يبقى ملوش وجود لان سبعة وتسعين اعرف مين بيغطي الاهلي كويس واعرف لما اقول لك الاسم ده تصدق وما تنقش ما تنقشش عشان اعرف كمية الاهلي وبخاف على الاهلي زيك بالزبط والله واعرف اجيب حقوق ازاي واعرف ادفع عنه ازاي لكن مفيش في يوم هتلاقي سورة حد على سدرنا انا اسف دي حاجة ولوجو الاهلي اه اللوجو احطه على سدري واجري بي وانطالج بي لكن مش احنا اللي بنشتغل عشان نحط سورة حد على سدرنا انا والله مقصد حد واقسم بالله بتكلم عشان البعض نواياه طول الوقت سيئة فانا بتكلم في العموم في حد دماغه كده انت حر لكن احنا بنعملش كده لك عمال الاهلي وقال ليه حقا هنقف قصاد ونقف مع رئيس النادي الاهلي نقف لانه رئيس النادي الاهلي لكن في البعض يا جماعة انا هقول لكم الصراحة كان مفروض ما اقولهاش النهاردة والحلقة النهاردة انتصار وفرحة ونبعد عن الكلام ده كله وبيننا الحقايق مين اللي ابتدى انتخابات ومين اللي عمل الكلام ده كله بس جاء الوقت اللي انا لازم اقوله لكل شاب صغير روح الصفحات المحترمة روح لاشخاص محترمين روح لأفراد بيحبوا الاهلي بيكلمك عن افريقيا يا اهلي وبيكلمك تعال نقف جنب جماهرنا نقول لها كلمة حلوة وصلها في الزنق اللي هي فيها روح ورا ده ما تروحش لو واحد بيشتم نجمك ده حسام غالي ده قبل ما يمشي بشوية كده يا راجل قاله كلامه وبعد كده مش عادي حسام غالي اللي بيحب الاهلي ومخلص وبيقاتل وكابتن النادي الاهلي مع الناس دي شتمو طول ما فيه ابعد عن بطن الاهلي ووش الاهلي وحاجب الاهلي وكل حاجة اهلي وانت ما تعرفش حاجة عن النادي الاهلي اساسا هيقول لك صالح سليم وكسما بالله ده لو الكابتن صالح سليم عايشه حد لا حد تتكلم باسمه والله يعلقه على باب النادي ده بقاله تلت سليم ما دخلش النادي اساسا ده فيه ناس 8 سنين ده فيه ناس عضويتها قال فينو سجاد تعلمنا الاهلي ففيه ناس كتير ناس كتير قوي تعبتنا وانا انا بقولكوا اهو عارفين يا جماعة خلاصة الكلام تقول لي سوشيال ميديا انا بتبع المحترمين تلاقي ناس عملة تبعت اساسا انا مش موجود فما تعودش تبعته فيه صفحات محترمة بقى تعد تسمعها بتقول افريقيا يا اهلي افريقيا يا اهلي ادعم حسام البدري عايزين افريقيا السنة دي مع البطولات اللي خدناها تبقى سنة استثنائية في تاريخ النادي الاهلي انا بستفيد للامانة وبتعلم منهم وبستشير زي ما بنروح للقانون وبنستشير فيه شباب حد كان بيتناقش معايا عنده 16 سنة عنده انفتاح ورؤية والله لازم اجيبه هنا انا منبهر بافكاره هفاجئكو بيه منبهر بافكاره ازاي ما اسمعهوش ده بيقول لي احنا احنا الاهلي يا كابتن شادي ما كناش كده احنا الاهلي عايزين بازعلانين احيانا من بعض داس ما بتلعبش وقال اسميها فقالت له انا معاك بس انا دوري عادت اشرح له واصغر مني بعمرين فعادت اشرح له وقاله الوضع واحد اتنين ثلاثة اربعة قال لي لا ده كابتن حسامي يسنده ويلعبه قلت له اقنعتني عشان انت ممكن تكون اصغر مني لكن انت طلعت احسن مني كمان والحاجة الوحيدة اللي اتفق معايا فيها قال لي انا اهلاوي انت اهلاوي بسك فيك كمل في اللي انت بتعمله تخيلوا بقى بشانبات عادين يشتمونا مش دورنا الحق وده اتجاهنا لو هنخسر فيه ناس كتير مش عاوزينكم لكن عاوزين الحق وعزين ربنا سبحانه وتعالى نطلع فاصل سريع وبعدها استقبل ضيف حلقتنا النهاردة عشان نكمل الوضع اللي احنا فيه الاستاذ المحامي ابراهيم فكري محامي النادي الاهلي نطلع فاصل سريع وبعدها او او نروح لتقرير صوتي نسمع التقرير دوت وبعدها استقبل الاستاذ ابراهيم فكري محامي النادي